علاء بعد ما لقيت نفسك داخل داخل أساسي في الفرقة وبتلعب وشايف نجوم كتيرة إيه اللي انت كنت بتعمله عشان تبقى مستمر مع الفرقة ومدرب احنا عارفين انت أول ما طلعت وقال هن كل الشاي وكل الشاي ده كان جاي في بعض الناس كانت فاهم ان هو هيبطل نصف عبدو هيبطل الخطيب هيبطل مشارك مين إنما الراجل في النهاية أنا بقولها بميرض ربنا الراجل كان عاوز لعيب جاهز في الملعب احنا كلنا في الملعب لما جيب قاعد معايا في الأول وقال لي انت هتقعد معايا تقول له هتقعد احتياطي بس اللي هيفرق بينه وبينك هو الملعب ما عنديش حاجة تاني فالرجل كان بيعاوز يعمل فريق أساسي هو كان بيعتمد عليك لأن أي مدرب أو مدير فني كان بيجي في الفترة دي كان بيفكر إن علاء ما هو بأساسي كنت لعيب بلي ميكر لعيب بتسجل لعيب بتصنع أهداف لعيب بتلعب سلوباس لعيب بتدافع بتعمل لعيب متكامل وبتجبر أي مدير فني أن يحطك داخل الستاشر بعد ما حطيت لقيت نفسك أساسي مع الخطيب ومصطفى عبد ومختار مختار ومصطفى يونس ويندجوم وإكرامي وثابة البطل لأرحمه هارجع أقول لك موضوع عشان ثابت كده بعد ما فكرت في الكلام ده كله إيه اللي يضار في زهنك الداني لازم أبقى مستمر مع الناس ديت بقى تركيزي وخوفي على مكاني أكتر من الأول بتعمل إيه؟ تدريبي طبعا تركيز في تركيز واس جدا 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 دايما كنت بحاسب نفسي في الملعب إزاي أنا أخطط في دي وأخطط كان عندي بقى الله يرحمه هو بقى اللي بحاسبني وحاسبني هو والدي والدي أما كنت أعمل وره وحشة كبت المصطفى أو مش وحشة لأ سيئة يعني لو مش أنا كان بيخاصرني مثلا يومين في البيت تحس انك وحش يومين يعني هو كان شي بسيب له موراه من اما كنت في الناشين على فكرة الله ارحمه كنت ما حس ان انا مش كويس انا عارف ان انا رايح البيت هلاقي الحجز على مني واللي كان بيهد الامور ونبني برايك في عمره والدتي هي اللي كان بتهدي الامور شوية انا كنت بتخيل بعرف ان انا حلو او وحش من والدي هو اللي بيقول لي فانا دايما كنت بخاف اغلط وقام حاجة بقول كل الفيلم اللي هبك كانت فيه ده انا خيار على مكاني في النادي الاهلي عشان انا عارف انت المكان ده عشان ولعبت بعد تعب والحمد لله تعبت من اول تذكرت اسامي نجوم كبيرة عشان تلعب عليها لازم تطلع الجبل ده دي حقيقة فالحمد لله التعب ده كله وصلت بقيت اساسي فريق النادي الاهلي فما ينفعش بعد كل ده كفت مصطفى اضيع ده بقيت الان اكتر بقيت اتمرن اكتر بيتخافي عن نفس اكتر انا تقريبا لو يعني هي حاجة ممكن ناس تضحك لو سمعتها تقريبا لو عدت 9-11 ونص ما نيمتش بعمل مشكلة انا عملت مصيبة والله يا كابتن عشان عايز انام بدري عشان اوفق رصحة تاني يوم عشان ارايح النادي اللي فيه ناس انا بحباها جدا انا رايحت انا رايحت تمرين بسوطة انت فكرتيني بحاجة الوقت وانت بتكلم اول ما طلعت معنا انت كنت بتتمرن تمرين شديد اوي انا كنت متتمرن تمرين شديد لت تعرف ساعات ايه يجي مجدي عبدالراني او اي لعيب اللي هي يعني متعودة ان بكال like البنية البنية بتعتها علي وحسام البادر وحسام البادري وكان بيفحط والله وكان شطر وكان شطر ف солون كنت بشوفك في التمرين بيتموت نفسك في التمرين فبقول الله ده لسه ناشئ صغير بيطلع زيك اطلع ان اللعيب يتمرن بنفس القوة دي هيبدل تمرن بيها لحد ما يبطل وفي حاجة كمان الدفع لقدامك ما هو الدوافع لقدامك كنت شايف عمالك قدامك بتتمرن عايزة زيازة ويكون بتبتدي لسه كل واحد عايز يلعب كل واحد خاف على مكانه فانا شايف كابتا مصطفى بيتمرن موت نفسه وكابتا مجدى عبدالغاني طب وليه التمرين ما فيش كبيره صغير خالص ما هو عشان ما انا شايف خدوة قدامك كابتا مصطفى الوقت دايما القدوة هي اللي بتديك طريقة كنت في تدريب ايه انا شايف ناس كلها خدوة قدامي كلهم بيتمرنوا بالنفس الشكل بالنفس الجدية كله خاف على مكانه ده انا وانا اصغر واحد فيهم لا ده انا لازم اتمرن زي يوم كمان ولو اكتر هابا اكتر لسه عملتش حاجة يعني الاسامة الكبيرة دي النجوم دي وعملة كده انا لسه ماشا حاجة خارص في حياتي فلازم ابقى اقوى من كده كمان فدايما كابتا مصطفى كلمة بحب اقولها القدوة دي حاجة مهمة جدا خصوانا في الانديات كبيرة الناد الاهلي طول عمري الناشئين لحد وقتنا هذا بيطلعوا على اسام كبيرة وقدوة قدامهم وشان كده الناد الاهلي كده دوري اللي عاوز يطلع بره الخطة لي بره الوحيد بالضبط انت طالع عارف هتمشي كده هتوصل في الناد الاهلي وتعرف ام تناد الاهلي